عاشت مدينة بنزرت عشية أمس الأثنين على وقع حادثة تمثلت في استدامة باخرة معدة للتوريد والتصدير بالجسر المتحرك وذلك أثناء محاولة ربانها إرسائها على رسيف الميناء التجاري ما خلف أضراراً كلفت الإدارة الجهوية للتجهيز ببنزرت مكتب مراقبة مختص من أجل إجراء عملية تقييم واختبارات معمقة على المنشأة وتحديد تداعيات الحارث على الجسر في جماعي عناصره تقريباً على الساعة الرابعة بعد الزوال فما عنده محاولة باخرة إرساء بالرسيف عدد واحد بميناء التجاري بنزرت استدمت بالجسر المتحرك فما أضرار خفيفة تنجحة تكون غير عميقة بالنسبة للخارسينة الإسمنتية اللي هي تمثل فما إنبوتر بريفابريكية تمثت بالجانب الأيسر من السفينة وفما الأضرار اللي هي على العينة واللي هي مباشرة هي للهيكل الحديدي للجسر المتحرك دعينا خبراء فنيين في المنشأات الفنية باش يحدون الأضرار بصفة دقيقة وعلى أثر الاختبار هذا إن شاء الله نعملوا كيفاش نرجعوا لإصلاح الجسر معناها نهارين تليسة للمكتب الدراسية والمكتب المراقبة باش يعينونا الأضرار هاي ومن ثمن الإجراءات التي أقرتها اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة ببنزرة برئاسة والي الجهة تكليف المصالح الأمنية المختصة بالسهر على مواصلة العمل بالمخطط المروري لإعادة حركة السير لطبيعتها دون إشكالية علاوة على عدم استغلال الرصيف على الدواحد بميناء بنزرة التجاري ارتأت لإدارة باش ترجع السير العادي للسيارات دون مرور الشاحنات اللي هي كانت ممنوعة من قبله وأكدنا على عدم مرور الشاحنات الثقيلة فوق الجسر مبدئيا ما فماش إمكانية أن القنطرة تتسكر أما هذا ما يعنيش اللي هي السفينة عند استدامها بالجسر ما حدث أضرار اللي يلزم تدخل فيهم بصفة عاجلة ولا بصفة عميقة باش للإصلاح الأضرار هذية وفي انتظار تحديد تداعيات حادث استدام الباخرة بالجسر المتحرك فإن الإدارة الجهوية للتجهيز ببينزرة حارست على تمقنة المواطنين عبر تأكيد سلامة المنشآة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر